اهلا بكم اصدقائي طالبات وطالبات الشهادة الاعدادية في مدارس تجريب اللغات في حلقة جديدة من حلقات الماس وفرع الجيومتري عنوان درسنا النهاردة Identifying the Circle أو How to Draw a Circle The Circle is identified if we know its center and its radius علشان ترسم اي circle لازم تكون محدد مين هو السنتر بتاحها والradius بتاحها طوله قد ايه يترى how many circles can you draw passing through a given point We can draw an infinite number of circles Passing through a given point لو انت عندك point تقدر ترسم circles ملايين من السرقل If we want to draw a circle passing through two given points If we want to draw a circle passing through two given points لو انت عندك line segment اسمه a b تقدر ترسم ملايين من السرقل تعدي على ال a b والسرقل ديت يكون الradius بتاحها بمقاسات مختلفة لكن كل السرقل اللي انت هترسمها لازم السنتر بتاحها يكون موجود على ال axis of symmetry بتاع ال line segment دوت عايز افكرك يعني ايه axis of symmetry الaxis of symmetry هو ال straight line زي اللي دوت اللي بيكون perpendicular على ال line segment from its midpoint بيكون نازل perpendicular وفي نفس الوقت bisect ال line دوت اي circle تعدي على ال a وال b لازم السنتر بتاع ال circle ديت يكون لاي على ال axis of symmetry note that if a b is a line segment and it's required to draw a circle passing through the two points a and b then if the radius greater than half a b then we can draw two circles لو احنا افترضنا ان ال a b ده مثلا 8 سنتيمتر وطلب منك ترسم circle اكتر من نص ال 8 ها في ال 8 4 طلب منك ترسم circle 5, 6, 7 سنتيمتر radius بتاحها فساعتها هتلاقي نفسك تقدر ترسم two circles وال a b ده هيبقى common chord في the two circles هيبقى chord في السيركل الاولية وخورد في السيركل التاني ما را كمان if r greater than half a b we can draw two circles number two if the radius equals half a b then we can draw one circle only its center lies on the midpoint of a b وهن سامي السيركل ديت the smallest circle او السيركل دي بجد هتكون هي اصغر سيركل ممكنة نقدر نرسمها for example ال a b برضو 8 والسيركل اللي عايزك ترسمها ال radius بتاحها 4 ايه علاقة الفور بنص ال 8 نص ال 8 4 فساعتها ال radius هيكون equal نص ال line segment ساعتها مش هنقدر نرسم غير سيركل واحدة بس وساعتها كمان ال a b دوت هيكون diameter في السيركل انت بترسمه والسنتر بتاعه هيكون midpoint في نص ال a b في number three if r smaller than half a b then it's impossible to draw any circle لو ال radius اصغر من نص ال a b مش هنقدر ولا نعرف نرسم اي سيركل for example لو ال a b ب 8 ونص ال 8 4 وطلبت منك ترسم سيركل ال radius بتاحها اقل ان ال 4 3 2 1 and so on ساعتها هتلاقي نفسك مش عارف ترسم ولا سيركل ساعتها لو هو سألك على عدد السيركل هتقوله zero circle ولو سألك على امكانية ان انت ترسم سيركل هتقوله it's impossible to draw any circle باولك ايه ما تيجي نشوف example تيجي يا الله بيد using your geometric instruments الادوات الهندسية بتاعتك to draw a b line segment where a b equals 6 cm then draw a circle pathing through the two points a and b and its radius length is 4 cm how many possible solutions are there how many circles you can draw خلي بالك معايا a b ب6 يبقى نص a b equals 3 cm ايه علاقة ال radius بنص a b ايه علاقة 4 ب3 هتلاقي ان هي greater than طالما radius greater than half a b يبقى then we can draw two circles اقدر ارسم two circles تعال نحلى مع بعض ونشوف هنعمل ايه يلا بيد اول step بنحط point a في المكان اللي احنا عايزينه ونقيس ال 6 cm ونحط point b ونوصلهم بالرولر اقف عند ايه بالكمباسز افتح فتحة اكتر من نص واعمل arc الفوق برضو من عند بيه بنفس الفتحة اللي هي اكتر من نص اللاين يعني اكتر من 3 عشان اللاين ب6 اعمل arc وقرر الموضوع ده كمان من تحت اقف عند ايه بنفس الفتحة واروح اعمل arc واقف عند بيه اعمل arc لازم ال 2 arcs اللي فوق وال 2 arcs اللي تحت يحصل لهم intersection اوصل بالرولر ال 2 points of intersections ده كده ال axis of symmetry انا عايز ارسم circle 4 cm افتح الكمباسز 4 واعمل علامة من عند ايه كده هوت لحد ما تقطع ال axis of symmetry مرة من فوق ومرة من تحت برضو بال4 cm اللي انا عايز ارسم ال circle بتاعتي نقطع ده هي center اقف عليها وافتح 4 cm وارسم circle ومن تحت برضو اقف عند point ده واروح اعمل circle يبقى كده انا درت ارسم 2 circles up and down طيب تعال نشوف مع بعض اناذر example بيول using your geometric instruments draw a b where a b equals 6 cm then draw a circle passing through the 2 points a and b and its radius length is 3 cm ال a b equals 6 where radius الميرادي 3 cm how many possible solutions are there بعمل يا عشان عرف هشوف اول حاجة half l a b بكام half l a b equals 3 cm دلوقتي اعلاقة ال radius وال half a b ال radius ب3 وال half a b ب3 يبقى العلاقة a equals very good so we can draw one circle اقدر ارسم circle واحدة وخلي بالك السنتر ساعتها هيكون midpoint لل a b وساعتها ال a b هيكون diameter تيجي نجرب نرسم مع بعض يلا هات ادواتك واشتغل معي اول حاجة هنحط point a ونقص 6 cm وبعد كده نحط point b ونوصلهم بالرولر هاجي من عند a احط الكمباسز وافتح فتح اكتر من نص وعمل arc لفوق طبعا نص 6 cm نص 3 برضو من عند b نعمل نفس القصة اقف من عند a لتحت بنفس الفتحة اعمل arc من عند a واف مرة كمان عند b واعمل arc كتين 2 arcs اللي فوق واللي تحت حصل بينهم intersection اوصل بالمسطرة نقطة التقاطع ديت عشان ارسم ال x symmetry اللي هيكون موجود عليه center اجي اجي من عند a و 3 cm كده بص كده بص ايو شايف ال arc جيف فين جيف النص بالزبط عشان اتأكد هعمل عند b نفس الحركة بال 3 برضو وروح عامل arc النقطة اللي تقطع فيها ديت هي d center هقف بسن ال compass وافتح على 3 وروح عامل circle هتلاقي ان انا ما عنديش غير one circle فقط لغي تعال ناخد example كمان بول كده using your geometric instruments draw a b where a b equals 6 cm then draw a circle passing through the two points a and b and its radius length is 2 cm how many possible solutions are there خد بالك معايا كده هو ان half a b equals 3 طب دلوقتي radius اللي هو 2 والhalf a b اللي هو 3 طبعا 2 smaller than 3 يبقى radius smaller than half a b فنكتبلو there is no possible solution مقدرش ارسم ولو كان بيطلب number of circles اقول zero circle انا معرفش ارسم ولا circle ال radius بتاعها less than half the a b اصدقائي وحبايبي الحلوين يارب يكون الموضوع بسيط وسهل يارب تكون اشتغلت معايا وتكون فهمت كويس علشان تتلع باش مهندس قد الدني هشوفكم على خير الى اللقاء باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة